تستمر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في حملاتها لنظافة العامة وإزالة إشغالات الطرق المخالفة حيث بشرت أمانة العاصمة والبلديات القيام بحملات متواصلة منذ بداية شهر مايو المنصر في مختلف مناطق المملكة نمو عمراني وسكاني شهدته مملكة البحرين في السنوات الفائتة قبل بجهود عمل كبيرة من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث بدأت الوزارة حملات للنظافة العامة للارتقاء بمستوى النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من متغيرات وللنجاح على المدى الطويل تعاونت أمانة العاصمة وبلديات المحافظات للتأكيد على أن النظافة العامة مسئولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها جهود الجهة الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية فقد نفذت أمانة العاصمة عددا من حملات النظافة إلى جانب حملات رفع الأنقاض في الأماكن المفتوحة وحملة إزالة إجغالات الطرق العامة كما نفذت بلدية المنطقة الشمالية حملة لإزالة الإجغالات المخالفة وحملة لإزالة السيارات المهجورة إلى جانب بلدية المنطقة الجنوبية التي نفذت حملة للنظافة في الأراضي المفتوحة وحملة لإزالة إجغالات الطرق في المحافظة الجنوبية هذا وبدأت بلدية المحرق منذ شهر مايو الفائت حملة لنظافة السواحل إضافة إلى حملة لإزالة مخالفات إجغالات الطرق العامة في محافظة المحرق وتأتي هذه الحملات المتواصلة تنفيذا لقانون النظافة العامة الذي يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري لمملكة البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين